بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين اللهم صلى على محمد وعلي محمد السلام عليكم عزائي الطلب الجميعا ورحمة الله وبركاته في هذا السؤال يقول لنا أوجد مساحة هذا الشكل طبعا هناك عدة طرق بالإمكان استخدامها لإيجاد هذه المساحة ولكن أنا أقول لكم في الامتحان القدرات يجب أن تستخدموا أسهل طريقة وأسرع طريقة بالنسبة إليكم لأنه لا توجد لديكم السماحية أو الوقت للمناورة لذا أنا فقط هنا سأبين لكم بعض الطرق ولكن مثل ما قلنا في وقت الامتحان إن أتاكم سؤال مشابه لهذا يجب أن تستخدموا طريقة واحدة وتنهوا هذا السؤال وتتجهوا إلى الأسئلة الأخرى لأن الوقت محدود لذا دعونا نقوم بحل هذا السؤال هنا أول شيء نحن نراه بأن هذا عبارة عن مستطيل مبتور من جهة وهذا بما أنه هنا سبعة وهنا ثلاثة أي تبقى لدينا من هذا الطول أربعة لأن ثلاثة زايدا أربعة تساوي لنا سبعة أيضا هذا الطول خمسة وهذا الطول سبعة طبعا لم يقل لنا بالوحدة ربما تكون بالبوصة بالمتر بالسنتيمتر بالمليمتر أي وحدة بما أنه لم يحددها إذن نحن لا نستطيع أن نقول بأنها مثلا مترا أو قدما أو أي شيء هنا هذا الارتفاع أو هذا العرض بالنسبة إلى القسم المبتور يساوي لنا هنا خمسة كم نضيف إليها لتصبح سبعة؟ اثنين أي هذا لذا نقول أولا الطريقة الأولى نقوم بوضع المثلث هنا هذا هو المثلث هنا وسنقوم بوضعه أربع مرات هنا وهنا وهنا نقول في الطريقة الأولى هذه هي الطريقة الأولى هنا في الطريقة الأولى سنقوم بأخذ هذه المساحة أو هذا القسم على أنه مستطيل واحد ألف وهذا المستطيل الثاني با طبعا المستطيل ألف عبارة عن ثلاثة مضروب في سبعة والبا عبارة عن أربعة مضروب في خمسة إذن المساحة بالنسبة للطريقة الأولى تساوي لنا سبعة في ثلاثة زائدا أربعة في خمسة وتساوي لنا هنا واحد وأربعون في الطريقة الثانية هذه الطريقة الثالثة طبعا التي سوف نقوم بأخذها فيما بعد وهذه الطريقة الرابعة إذن في الطريقة الثانية ماذا سنقوم بفعله سنقوم بأخذ هذا المستطيل وسنقول عنه بأنه هذا ألف وهذا بأ أي قطاعين أو قسمين إذن المساحة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثلاثة وقلنا عن هذا هنا الارتفاع باثنين عبارة عن ثلاثة في اثنين أي مساحة المستطيل ألف زائدا مساحة المستطيل بأ عبارة عن سبعة في خمسة وتساوي لنا أيضا ثلاثة في اثنين ستة زائدا سبعة في خمسة خمسة وثلاثة وتساوي لنا مجددا واحد وأربعون طريقة الثالثة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نقوم بأخذ هذا المستطيل ألف وأيضا هذا المستطيل باء وهذا المستطيل جيم والمساحة تكون لدينا بالتالي هنا المساحة ثلاثة في اثنين بالنسبة إلى ألف بالنسبة إلى باء عبارة عن ثلاثة في خمسة وبالنسبة إلى جيم عبارة عن أربعة في خمسة هنا تساوي لنا اثنين في ثلاثة بالنسبة إلى ألف بالنسبة إلى باء عبارة عن ثلاثة في خمسة وبالنسبة إلى جيم زائد جيم عبارة عن أربعة في خمسة وتساوي لنا اثنين في ثلاثة عبارة عن ستة زائد خمسة عشر زائد عشرون عشرون وخمسة عشر خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون زائد ستة ساوي لنا واحدون وأربعون نفس الجواب الطريقة الرابعة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نأخذ هذا المستطيل كله نستخرج مساحة هذا المستطيل كله عبارة عن سبعة في سبعة ومن ثم نطرح هذه القيمة أو هذا المستطيل نقوم بطرحة لأنه مبتور من وهو عبارة عن أربعة في اثنين إذن المساحة في الطريقة الرابعة عبارة عن المساحة الكلية هنا سبعة في سبعة ناقصاً المساحة بالنسبة إلى القسم المبتور أربعة في اثنين نقوم باستخراجها سنحصل على واحدون وأربعون مجدداً إذن هذا هو الجواب شكراً لكم عزائي ونلقاكم إن شاء الله تعالى في مسائل أخرى